بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن عمليات TCB TCB Operations TCB Operations أو عمليات TCB يقوم بروتوكول TCB بعدد من العمليات لتجعل من هذه العمليات ستجعل من هذا البروتوكول TCB بروتوكول موثوق فيه في عملية نقل البيانات حيث يتوجب على TCB أن يقوم بمقاومة وإعادة إرسال البيانات التي تتعرض للتلف أو للضياع أو قطع البيانات الغير مرتبة أهم العمليات التي يقوم بها بروتوكول TCB لضمان ذلك هي تتمثل في TCB 3 Hand Check الWindowing الSequence Number الAcknowledgement والFlow Control هذه العمليات هي أهم العمليات التي من خلالها تجعل بروتوكول TCB بروتوكول موثوق به في عملية نقل البيانات نبدأ مع TCB 3 Hand Check المصافحة الثلاثية ويقوم TCB بهذه المصافحة مرتين المرة الأولى عند بداية الاتصال والمرة الثانية عند نهاية الاتصال حيث يقوم TCB ببناء اتصال Virtual يربط ما بين الجهاز المرسل Source والجهاز المستقبل Destination سميت بالثلاثية لأن العملية تبدأ بثلاثة خطوات بحيث أن الجهاز المستخدم للTCB قبل أن يقوم بإرسال البيانات فإنه أولا يقوم بإنشاء اتصال افتراضي مع الجهاز المرسل إليه وتبدأ العملية بمصافحة البداية حيث يقوم Source بإرسال Assign Segment إلى Destination فيفهم Destination أن Source يريد إرسال بيانات إليه عندها يقوم Destination بالخطوة الثانية وهي إرسال Assign Act Segment وهي تأكيد Destination للسورس بأنه استلم السيجمنت الخاصة بالSign والتي قام السورس بإرسالها وبأنه جاهز لإنشاء الاتصال الافتراضي واستقبال البيانات الخطوة الثالثة وهي أن يقوم الجهاز المرسل للبيانات السورس بإرسال Act Segment تأكيد من السورس بأنه استلم منه Assign Act ويتم إنشاء الاتصال الافتراضي فيما بين السورس وال Destination وبتبدأ بعد ذلك عملية إرسال البيانات حتى إذا انتهت هذه البيانات عندها تتم عملية المصافحة الثلاثية مرة أخرى ولكن هذه المرة لقطع الاتصال حيث سوف يقوم السورس بإرسال Finish Segment وطبعاً رح يرسلها إلى الجهاز Destination واللي حيفهم منه أنه لم يعد هناك بيانات لإرسالها وأن السورس يريد قطع الاتصال الافتراضي عندها يقوم التستيناشن بإرسال Finish Act Segment وهي تعني تأكيد من التستيناشن بأنه استلم إشارة من السورس عندها رح يرد عليه الجهاز السورس بالخطوة الثالثة واللي هي وهي عملية تأكيد من السورس بأنه استلم من ومن ثم يتم قطع الاتصال اللي بيربط ما بين السورس والتستيناشن نستطيع تشبيه هذه العملية بما يحصل في الحياة الاجتماعية فمثلاً أنت لو قابلت شخص وتريد أن تكلمه مثلاً في موضوع معين فمن الذوق الاجتماعي أنه قبل ما تتكلم مع الشخص يعني وتدخل معه مباشرةً في الموضوع البداية أنك تسلم عليه وتصافحه وتسأله عن أخباره ويعني أخبار عمله إلى آخره بعد ذلك تبدأ تفاتحه بالموضوع فتعتبر هذه مصافحة البداية مجرد أنك رحت وصافحته سلمت عليه تأكدت من يعني سألت عنه عن أحواله وعن أخباره بذلك هو رح يفهم أنه في موضوع أنت تبغى تفتحه معه فالبداية هي رح تكون بمصافحة البداية كذلك من ضمن الذوق الاجتماعي هو أنه بعد الانتهاء من التخاطب بعد الانتهاء مثلاً من التكلم في الموضوع اللي أنت كنت محتاجة تتكلم فيه مع هذا الشخص فطبعاً ما رح تمشي وتتركه يعني من غير ما تصافحهم صافحة الوداع وتبين له أنه خلاص أنت انتهيت من الموضوع وأنك أنت مضطر أنك تمشي فالفكرة هي مشابهة للتسي بي بحيث أنه قبل إرسال البيانات يجب أن تحصل مصافحة ما بين السورس والتستي نيشن يتأكد فيها السورس والتستي نيشن موجود فعلياً ويعمل في داخل الشبكة وأنه جاهز لإنشاء اتصال افتراضي من خلاله يتم إرسال البيانات فبالتالي بيتم إعلام الدستي نيشن مسبقاً بأنه رح يتم إرسال البيانات إذا انتهت عملية إرسال البيانات عندها تتحصل مصافحة وداعية من خلالها يفهم الدستي نيشن أنه خلاص جميع البيانات اللي كان المراد إرسالها تم إرسالها وأنه لم يعود هناك بيانات لإرسالها وعندها يتم قطع الاتصال ما بين السورس والتستي نيشن الويندوينج ويطلق عليها أيضاً الويندو سايز وبروتوكول التي سي بي بعد أن يرسل السيجمنت فإنه يحتاج إلى استقبال تأكيد على أن التستي نيشن قد قام باستلامها ولكن لو كان السورس سوف يرسل سيجمنت واحدة وينتظر التأكيد ومن ثم يرسل الثانية وينتظر التأكيد ومن ثم يرسل الثالثة وهكذا كانت عملية الإرسال سوف تأخذ وقت طويل جداً لذلك يتم إرسال مجموعة من السيجمنت أو قطع البيانات دفعة واحدة ومن ثم استلام تأكيد عليها وعملية تحديد كمية السيجمنت هي المقصود بها الويندو سايز وحجم الويندو سايز يرتفع مع ارتفاع الباندوث الذي يربط فيما بين السورس والدستيناشن وينخفض من خفاض الباندوث فيما بين السورس والدستيناشن ولكن كيف تتم عملية تحديد كمية السيجمنت التي يتم إرسالها دفعة واحدة يعني كيف سيتم تحديدها الجواب أنه ذلك سيتم من خلال عملية مزامنة TCB اللي هي TCB Synchronization TCB Synchronization اللي هي يعني مزامنة TCB وفكرتها ان المرسل الجهاز سوف يقوم في البداية بارسال كمية صغيرة من السيجمينت ومن ثم اذا استلم تأكيد على وصولها فانه يقوم بمضاعفتها اذا استلم تأكيد على وصولها فانه يقوم بمضاعفتها وهكذا حتى يصل الى مرحلة الويندوينج ويطلق عليها ايضا الويندوز هايز وبروتوكول TCB بعد ان يرسل سيجمينت فانه يحتاج الى استقبال تأكيد على ان هذه السيجمينت اللي ارسلها الى التستيناشن قد قام التستيناشن باستلامها ولكن لو كان السورس سوف يرسل سيجمينت واحدة وينتظر التأكيد ومن ثم يرسل الثانية وينتظر التأكيد وكان مثلا ويرسل الثالثة وينتظر التأكيد يعني رح يرسلها لسيجمينت واي باي ون فعندها كانت عملية الارسال سوف تأخذ وقت طويل جدا لذلك يتم ارسال مجموعة من السيجمينت تفعة واحدة ومن ثم استلام تأكيد عليها وعملية تحديد كمية السيجمينت هي المقصود بها الوينتو سايز وحجم الوينتو سايز يرتفع مع ارتفاع الباندوث الذي يربط فيما بين السورس والديستيناشن وينخفض من خفاض الباندوث فيما بين السورس والديستيناشن ولكن كيف تتم عملية تحديد كمية السيجمينت التي يتم ارسالها دفعة واحدة وهذه العملية رح يتم تحديدها من خلال عملية مزامنة التي سي بي اللي هي التي سي بي سينجرونيزيشن التي سي بي سينجرونيزيشن أو مزامنة التي سي بي وفكرتها أن الجهاز المرسل السورس سوف يقوم في البداية بارسال كمية صغيرة من السيجمينت ومن ثم إذا استلم تأكيد على وصولها فإنه يقوم بمضاعفتها إذا استلم تأكيد على وصولها فإنه يقوم بمضاعفتها وهكذا حتى يصل إلى مرحلة أن عدد السيجمينت أعلى من الباندوث فعندها يحصل دروب للسيجمينت الزائدة فعندها لن يستلم السورس تأكيد استلام على السيجمينت التي حصل لها دروب فبذلك كونه أنه لم يستلم تأكيد فرح يعلم أنه حصل دروب فيقوم عندها بتخفيض عدد السيجمينز إلى النصف ومن ثم ترتفع بالتضاعف حتى تعود وتصل لمرحلة أعلى من الباندوث فعندها يتم طبعا حصول دروب لهذه السيجمينز الزائد عن حد الباندوث فتنخفض الكمية إلى المنتصف وتعود العملية مجددا فتضاعف كمية السيجمينز مجددا ويتم حذفها لأنها أعلى من الحد الخاص بالباندوث وهكذا مثلا يقوم الجهاز بإرسال عدد قليل في البداية مثلا خمسة سيجمينز إذا استلم تأكيد عليها فإنه يقوم بمضاعفتها إلى عشرة إذا استلم تأكيد عليها فإنه يقوم بمضاعفتها إلى عشرين وهكذا كل ما استلم تأكيد وصول على مجموعة من السيجمينز فإنه يقوم بمضاعفتها لنفترض أن الباندوث تتحمل نقل مثلا ثمانين سيجمينز أكثر من ذلك سوف يتم عمل دروب لهذه السيجمينز لنفترض أن عملية التضاعف وصلت إلى مئة سيجمينز عندها سوف يتم نقل واستلام ثمانين سيجمينز ويتم حذف العشرين سيجمينز الزيادة وبالتالي لن يستلم السورس تأكيد إرسال لها فبالتالي سوف يخفض سرعته إلى النصف اللي هي راح تكون خمسين سيجمينز وطبعا هذه الخمسين سيجمينز راح يكون من ضمنها لعشرين سيجمينز التي تم عمل دروب لها بالإضافة إلى الثلاثين سيجمينز الجديدة فإذا استلم تأكيد وصول لهذه السيجمينز فإن السورس يقوم بمضاعفتها إلى مئة سيجمينز فيتم عمل دروب للعشرين سيجمينز الزيادة فتنخفض الكمية إلى خمسين فإذا استلم تأكيد على وصولها سوف يرفع ويضاعف العدد إلى مئة وهكذا إذن نرى أن الويندو سايز ككمية في حالة ارتفاع وانخفاض وليست مستقرة وثابتة وتزيد الكمية وتنخفض بناء على مقدار الباندوث عندي أنا هنا مثال عندي الجهاز السورس والتيستيناشن الجهاز السورس في البداية راح يرسي طبعا بعد أن يتم عملية المصافحة الثلاثية ويتم بناء الفيرج واللينك أو الفيرج والكونيكشن الاتصال الافتراضي ما بين السورس والتيستيناشن عندها السورس راح يرسل كمية بسيطة كاختبار يرسلها من السورس إلى التستيناشن إذا استلم تأكيد على استلامها فإنه المرة القادمة راح يرسل ضعف الكمية إذا استلم تأكيد على استلامها عندها راح يرسل ضعف الكمية لاحظوا هنا تجاوز الحد الخاص بالباندوث اللي يقدر الباندوث أنه يرسله دفعة واحدة فعندما دام تجاوز الحد راح يحصل دروب لهذه السيجمنز الزيادة فعندها التستيناشن راح يرسل فقط تأكيد على السيجمنز اللي تم استلامها ضمن الباندوث اللي ما حصل لها دروب واللي تم نقلها من خلال السرعة الباندوث الخاصة بالرابط الذي يربط ما بين السورس والتيستيناشن فالسورس هنا راح يستلم فقط تأكيد على السيجمنز اللي تم زي ما تقول وصولها إلى التستيناشن ولن يستلم تأكيد على السيجمنز اللي تم حدفها فعندها راح يخفض السرعة إلى النصف لو كان مثلا يرسل 100 سيجمنز وحصل دروب لبعض السيجمنز حتى لو كانت حصل له دروب مثلا عشرة سيجمنز أو سيجمنز واحد فعندها راح يخفض السرعة إلى المنتصف ورح يرسل ضمن سرعة المنتصف طبعا التستيناشن راح يرسل تأكيد على استلام السيجمنز فعندها راح يضاعف السرعة فطبعا حيحصل دروب وحذف للسيجمنز فعندها راح يخفض السرعة إلى النصف ويستلم تأكيد ومن ثم راح يضاعف السرعة فيحصل دروب فعندها تنخفض السرعة إلى النصف ويستلم تأكيد تتفع السرعة وتضاعف فيحصل دروب وهكذا تكون السرعة في حالة انخفاض وارتفاع تنخفض كل ما حصل دروب وتزيد عندما يستلم تأكيد من الطرف المقابل اللي هو السرعة طيب السؤال هنا ليش هذا الارتفاع والانخفاض ليش من أول مرة مثلا ما يلتزم بسرعة مثلا المنتصف ويلتزم عليها ويلتزم بهذه السرعة يلتزم فيها بدل الارتفاع والانخفاض الجواب انه تي سي بي بيفترض انه مثلا الباندوث قد يكون مزحوم بعملية نقل بيانات لأجهزة أخرى وانه في حالة انه مثلا هذا الازدحام يأخذ ثواني معينة أو أزاء من الثانية فبالتالي هناك احتمال انه بعد الازدحام يستطيع ان يرفع السرعة ومن خلال رفع كمية وعدد السيجمينز اللي بيتم ارسالها من السورس الى التستيناشن فبالتالي بيظل في حالة اختبار للباندوث فبيزيد كمية السيجمينز اذا حصل لها حذف مثل ما ذكرنا رح يفهم انه قد يكون اللينك اللي يربط ما بين السورس والتستيناشن مزدحم بالبيانات او ان الباندوث منخفضة فيظل في حالة اختبار دائم للينك اللي يربط ما بين السورس والتستيناشن وبالتالي بيظل في حالة ارتفاع وانخفاض في حال انه كان هناك جهاز اخر او اكثر من جهاز تريد ارسال البيانات الى نفس التستيناشن من خلال مثلا نفس الراوتر خلينا نفترض ان السورس والتستيناشن كل واحد منهم في شبكة مختلفة عن الاخرى وبالتالي هنا عندي راوتر خاص من ناحية او جهة السورس وراوتر اخر في جهة التستيناشن فعندها وطبعا وجاء جهاز اخر في الراوتر الخاص بالسورس يريد ارسال بيانات الى الراوتر اللي موجود في التستيناشن وعلى نفس التستيناشن فعندها هتحصل عملية مزامنة اخرى يطلق عليها الـ Global Synchronization والهدف منها انه الاجهزة الاخرى راح تلتزم بنفس المسار الذي لم يحصل فيه دروب والذي صار فيه الجهاز السابق يعني زي ما انتم لاحظين هنا عندي الجهاز السابق ارتفع عن الباندوث فانخفض الى النصف فلما استلم تأكيد ارتفع وهكذا بعد كذا الاجهزة الثانية اللي يمثل الخط البرتقالي هذا جهاز اخر الخط الازرق هذا جهاز اخر الخط الاخضر يمثل جهاز اخر كلها راح تتبع الجهاز الاول اللي هو الخط الاسود لكن لاحظوا معايا لن تتجاوز حد الباندوث راح تمشي ضمن نفس الكمية كارتفاع وانخفاض لكن ارتفاع ليس اعلى من حد الباندوث يعني ارتفاع لا يؤدي الى حث والسيجمنز اللي تم ارسالها لا يتم عمل يعني بحيث انه يضمن انه ما تحصل دروب لهذه السيجمنز اللي تم ارسالها والهدف من هذه العملية هي يعني عملية تسريعية لعملية الارسال حيث نتجنب الدروب وبذلك تكون عملية الارسال اسرع مما كان الحال عليه مع الجهاز الاول السيكوينس نمبر الترقيم التسلسلي لقطع البيانات البيانات عندما تصل الى طبقة النقل الترانسبورد لاير او اللي يطلق عليها ايضا هوست هوست لاير وتكون قادمة من الابليكيشن لاير في ضمن نموذج تي سي بي اي بي فانه يتم تقطيعها الى قطع بيانات تاتا سيجمنز هنا سوف يقوم بروتوكول تي سي بي بعملية ترقيم متسلسل لقطع البيانات وهذا مفيد في عدد من النقاط اهمها النقطة الاولى ان عملية الترقيم سوف تساعد الديستيناشن او الجهاز المستقبل للبيانات باعادة ترتيب البيانات بالشكل الصحيح كما تم ارسالها من قبل الجهاز المرسل السورس النقطة الثانية امكانية اعادة طلب ارسال السيجمنت معينة وذلك بالاشارة الى رقم السيجمنت فمثلا لو قام السورس بارسال خمسين سيجمنت ستوفعة واحدة الى التستيناشن والتستيناشن اكتشف ان السيجمنت رقم ثلاثة وعشرين تالفة عندها سوف يقوم الديستيناشن بارسال طلب اعادة ارسال السيجمنت رقم ثلاثة وعشرين من الجهاز المرسل بدلا من طلب اعادة ارسال الخمسين سيجمنت كلها النقطة الثالثة وهي ان عملية التأكيد سوف تعتمد على الرقم المتسلسل حيث يتم تحديد السيجمنت التي تم ارسالها من خلال رقم هذا السيجمنت في خانة التأكيد التأكيد اكنولوجمنت عملية التأكيد او التأكد من وصول البيانات حيث ان التيسي بي لا يكتفي فقط بمهمة ايصال البيانات وانما ايضا يتأكد بانها وصلت سليمة الى الجهة المرسل اليها التستيناشن وذلك من خلال استلامه لتأكيد من التستيناشن ان نستلم البيانات السليمة وفي حال مضى وقت دون ان يستلم السورس التأكيد من التستيناشن عندها سوف يترض ان البيانات حصل لها مشكلة في الطريق ولم تصل الى التستيناشن فعندها يقوم باعادة ارسالها ولا يعتبرها وصلت الا في حالة استلام تأكيد من التستيناشن بذلك الفلو كنترول عملية التحكم بتدفق البيانات حيث من خلالها يستطيع الجهاز المستقبل للبيانات الديستيناشن ان يجعل السورس الجهاز المرسل للبيانات يتوقف عن ارسال البيانات وذلك لفترة معينة ومن ثم بعد ذلك يجعله يقوم باستكمال عملية ارسال البيانات ونحتاج الى عملية الفلو كنترول في حالة امتلاء ذاكرة البفر حيث ان كل منفذ شبكي مثل منافذ الراوتر والسويتش وكرت الشبكة سواء موجودة على جهاز الكمبيوتر او السيرفر تقوم بانشاء ذاكرة وهمية فيرجول مؤقتة يطلق عليها البفر وهي يتم انشاءها من خلال استخدام ذاكرة الرام حيث ان البيانات التي يستلمها مثلا كرت الشبكة يتم تخزينها في طوابير ليتم معالجتها من قبل كرت الشبكة وسرعة المعالج تعتمد على معالج الجهاز حيث اذا كانت مواصفاته اعلى طبعا كل ما كانت مواصفات هذا المعالج اعلى كل ما كانت عملية معالجة البيانات اسرع الان لنفترض لدينا الجهاز السورس المرسل للبيانات يقوم بارسال مجموعة من السيجمنتز الى التستيناشن حتى ادى ذلك الى امتلاء ذاكرة البفر الخاصة بمنفذ كرت الشبكة الخاص بالتستيناشن زي ما احنا شايفين عندنا هنا في المثال عندها رح يقوم التستيناشن بارسال السيجمنت يطلب من خلالها من السورس الجهاز المرسل التوقف عن ارسال السيجمنتز او البيانات حيث سوف تكون السيجمنت هي عبارة عن اك تأكيد على استلام اخر سيجمنت كذلك بتعريف الرقم المتسلسل الخاص بالسيجمنت الاخيرة وقيمة او التالية وقيمة خانة الويندو ستكون قيمة خانة الويندو صفر فبالتالي عندما يراها السورس يعلم ان التستيناشن يطلب منه التوقف فيتوقف السورس عن ارسال السيجمنت السيجمنت او البيانات عندها يقوم التستيناشن بمعالجة السيجمنت الموجودة في ذاكرة البفر فاذا انتهى منها عندها سوف يقوم التستيناشن بارسال اك سيجمنت اخرى لكن هذه المرة رح تكون قيمة الويندو لاخر طبعا تعادل قيمة اخر سيجمنت تم ارسالها عندها يقوم السورس باستكمال عملية الارسال البيانات اللي رح تكون على شكل سيجمنت او قطع بيانات كانت هذه هي اهم عمليات التي سي بي والتي من خلالها تقدم لنا خدمة نقل البيانات مع التأكد من سلامة وصولها الى الجهاز المرسل الى التستيناشن الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذه الرسالة اتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته